موسيقى هذا واعلنت عدد من الدول العربية عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية التي أكدت رفضها لأي محاولة لنيل منها وتهديدها سواء عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية أو استخدام الضغوط السياسية أو ترديد الاتهامات الزائفة كما وشددت دولة الإمارات العربية المتحدة على رفضها التام لكل المحاولات التي من شأنها إلحاق الضرر بدور السعودية الأساسي في إرساء الأمن والسلام الإقليمي ولسمعة المملكة العربية والإسلامية والدولية إلى ذلك أعلنت دولة الكويت تضامنها ووقوفها مع السعودية في مواجهة كل ما من شأنه المساس بسيادتها والإساءة إلى مكانتها كما وعبرت عمان عن دعمها للموقف السعودي الذي يغلب الحكم والعقل في سبيل الوصول إلى الحقيقة وطالبت جميع الأطراف بتجنب إصدار الأحكام المسبقة كما وحذرت جمهورية مصر العربية من محاولة استغلال هذه القضية سياسيا إزاء المملكة العربية السعودية بناء على اتهامات مرسلة وتؤكد مساندتها للمملكة في جهودها ومواقفها للتعامل مع هذا الحدث في السياق ذاته أكد الأردن مركزية جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة ودورها القيادي الرئيس في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام وتعزيز التعاون الاقتصادي في المنطقة والعالم إلى ذلك أكدت الجمهورية اليمنية أن الاستهداف الإعلامي والسياسي الرخيص الذي تتعرض له السعودية ليثنيها عن مواصلة دورها الريادي والقيادي للأمة العربية والإسلامية ومواجهة كل الأخطار التي تحدق بها هذا وأعلنت الحكومة اللبنانية عن تضامنها مع السعودية في مواجهة الحملات التي تستهدفها مؤكدة أن الحملات التي تنال منها تشكل خرقا لهذا الاستقرار ودعوة مرفوضة لجر المنطقة نحو المزيد من التطورات السلبية في الوقت نفسه أصدرت فلسطين بيانا أكدت فيه عن ثقتها المطلقة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان مؤكدة أن فلسطين كانت وما زالت وستبقى إلى جانب السعودية كما أعربت جيبوتي عن تضامنها الكامل مع السعودية ضد كل من يحاول المساس بها والنيلة من سيادتها ومكانتها الرفيعة التي تعتبر الركيزة الأساسية لأمن واستقرار العالمين العربي والإسلامي